السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الخامسة إذن في هذه الحصة لدينا تطبيق وتطبيق لدروس الضواهر اللغوية الصرف التحويل وتراكيب الإملاء حول سبق أن تطرقنا لإسم الفاعل في الصرف التحويل وكذلك النات الحقيقي في التراكيب وكلمات يخالف نطقها رسمها في الإملاء إذن سنقوم بتطبيق وتثبيتي ما سبق أن تطرقنا إليه إذن نبدأ بإسم الفاعل أتذكر قاعدة صياغة إسم الفاعل إذن هنا يا مدم أتذكر إذن هنا التولاتي أكبر من التولاتي إن قاعدة التولاتي تختلف عن قاعدة الغير التولاتي إذن بالنسبة للتولاتي يعني الفعل التولاتي أو اللي كنقوله الفعل مجرد إذن بالنسبة لمجرد التولاتي إذن كيف نصوغه على وزن فاعل إذن هذه طريقة صياغة إسم الفاعل من التولاتي أكبر من التولاتي يعني الغير التولاتي أو المزيد إذن في هذه الحالة شنو؟ إذن إبدال حرف مضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره إذن هذه الطريقة اللي كنصيغ بها إسم الفاعل من الفعل غير التولاتي إذن دابا هنا يا غد نحاول نطبقها في هذا الجدول هذا إذن السؤال أملأ الجدول بما يناسب إذن هنا أعطيني مرة كي أعطيني الفعل مرة إسم الفاعل إذن أنا هنا دائما خلصني نستحضر وش أنا في التولاتي أو اللي غير التول ضروري ومؤكد سابق هذا فعل التولاتي إذن سأتعامل معه معاملة التولاتي بالنسبة لقاعد هل هو إسم فاعل من التولاتي أم غير التولاتي هو إسم فاعل من التولاتي لماذا؟ لأنه على إذن فاعل تألم تألم هو من غير التولاتي لأن هذا الفعل فهو مزيد وهذا الشعر أشقرين إحنا الدرس دي المزيد المجرد في الدورة الأولى لكي نفرق بين هذا وهذا منطلق هذا إسم فاعل باش غنعرف أنا بأنه من التولاتي أم غير التولاتي أولا مشي على وزن فاعل ثانيا ميمه المضمومة واكثر ما قبل آخره تتبت لنا بأنه إسم فاعل من غير التولاتي وبالتالي سنتعامل معه معاملة الغير التولاتي طارا هذا فعل تولاتي إذن هكذا يجب التعامل إذن هنا سابقا إذن باش نصيغو اسم الفاعل ماذا سنقول على وزن فاعل إذن سابق قاعد إذن غنقلب على الفعل قاعدة كنحيض غيهة الآلفة في الوسط تألم إذن شنو غنضيرو دابا نجيبو المضارع ما هو المضارع يتألم إذن شنو هذي نقولو متألم متألم إذن ميم مضمومة واكثر ما قبل آخره متألم ثم منطلق هنا نديرو العملية العكسية لأن هاد صياغة باش نرجعو اسم الفاعل فعل راها مسألة شي مرة تكون صعبة إذن هنا يمنطلق أن نرجعو حني للفعل نديرو العملية العكسية نرجعو هنا لها المضارعة إذن ونرجعو هاد كم مكان حيدو هاد الكثرة ينطلقو إذن من ينطلقو هاد فعل مضارع سهل أننا نوجدو أننا نجدو الفعل الماضي انطلق إذن انطلق طارة طارة هاد حالة خاصة شفناها خلال التعلمة تقولنا بأن هاد الفعل هو أجوف واش حنا غنقولو مثلا طارة طا مثلا غنكتبوها هكا مثلا غنطبقو عليها هكا إذن هاد الآلف هادي شنو كان نرجعها كنرجعها أهم ذاته مكسورة طاع لأن الحالة دي الأجوف حالة استثنائية طائر قام قائم أو لا نجيبو وحدة نديرو قضية القياس نقسوها على واحد على واحد الفعل آخر كنعرفو مثلا مثلا إلى حصلنا مثلا إذن ننتقل إلى السؤال الآخر أنجيز على دفتري أحول كل كلمة من الكلمات إلى اسم فاعل وأركبها في جملة إذن أولا نحددو وشحنا مع التولاتي أو غير التولاتي أبحار هذا غير التولاتي حلاقة غير التولاتي عام هذا تولاتي إذن هاد غنعملوه معاملة التولاتي والخرين غنعملوهم معاملة غير التولاتي إذن شنو هو اسم الفاعل من أبحار إذن غنجيبو المضارع غد نقولو يبحير ثم غنقلبو اليأميم مبحير واكسري ما قبل آخره حلاقة إذن شنو هو المضارع يحلق إذن غنقلبو اليأميم وغد نقولو محلق عام إذن غنعملوه معاملة تار إذن قلنا القياس لاحظوا إذن عام عائم عائم على وزني فاعل إذن هذا بالنسبة ل لإسم الفاعل إذن بقى لنا غد نجيبو الجمل غد نحاولو نديروها في جمل إذن مثلا غد ناخدو جملة الأولى ماذا سنقول مبحير إذن السباح الماهر مبحر في وسط البحر إذن محلق الطائر محلق في الفضاء عائم إذن الدلفين عائم في المياه إذن عائم إذن هذا بالنسبة لإسم الفاعل بموضوع الصرف والتحويل إذن ننتقل إلى الترقي أنجز شفاهيا أو على لوحتي أملأ كل فراغ في الجمل الآتية بنعس مناسب مما يلي كثيرة الهائج ضخمة إذن بالنسبة للنعت قلنا على أن النعت يتبع المنعود في إعرابه في تذكيره في تثنيته في إفراده في جمعه في حالته العربية إلى آخر إذن لا تسبح في البحر إذن شكونا هو المنعود عندنا هنا إذن المنعود سيكون هو البحر إذن من خلال المنعود سنحدد النات إذن شكونا لاحظو أننا في المنعود أن المنعود مذكر المنعود معرف بأل المنعود مجرور إذن هنا هذا الشيء كامل ثم المنعود مفرد إذن هنا سنقلب وإذن هنا وإذن نأخذ كثيرة لا لم يصلح لنا لأنها كثيرة هي مؤنت ولكن البحر مذكر إذن هذه مصلح الهائجو ضخماتون كذلك ضخماتون بحيث هذا مذكر قتلنا الهائجو الهائجو نعم لماذا؟ لأن هذا معرف هذا معرف هذا كيبقى لنا هذا سنببعه في حالة الإعرابية لا لنجد لنجد هائجو إذن سنقول في البحر الهائجي ضروري لنجد نقول الهائجي لأن نحن نعرف بأن النعت يتبع المنعود في إعرابه في حالته الإعرابية لأن هذا اسم مجرور إذن هذا يتبع لأن النعت من التوابع أبحرت سفينة من الميناء إذن سفينة وشغن قوله ضخمة ولا كثيرة إذن هنا يبقى هم مؤنات يبقى هنا سنشوف المعنى وشغن قوله سفينة كثيرة هنا ما تجيش لأن لماذا؟ لأن هذه كثيرة يكون جمع وبالتالي هذه مفرد إذن سنقول ضخمة ضخمة نعم ضخمة في ميناء الميناء إذن كنوز كثيرة نعم إذن كثيرة هذا مرفوعة هذا يكون مرفوعة هذا نكيرا نكيرا هذا جمع كثيرة تعبر عن الجمع إلى آخر إذن ننتقل إلى أنجز على دفتري وحول الجملة الآتية الباحث المجد ناجح جمع المذكر السالم إذن هنا سنستحضر الدرس الجمع المذكر السالم هو المفرد كنزيد الوو الوو النون أو الياء النون إذن هنا فقط نزيد الوو النون إذا كان مفرد مرفوع فقط نزيد الياء النون إذا كان مفرد مرصوب أو مجرور إذن عندي هذا مرفوع إذن سنقول الباحث الباحثون إذن أنا حولت جمع المذكر السالم هذا مدام هذا مفتدأ إذن سنقول الباحثون هذا نعت هنا سنستحضر الدرس للنعت هذا المجد ستتبع هذا مدام هذا تبدل هذا يتبع المره لأنه نعت النعت تابع يتبع المنعود لدر النعت يدير هذا هو والتالي ماذا سنقول المجد الباحثون المجد هذا مش مذكر سليم قال له هذا سنن مش مذكر سليم لأن هذه طبيعتي فلنعت يتبع المنعود إذن ناجح إذن سنقول ناجح لأنه خبر ناجح إذن هذا خبر المثن المذكر ماذا نقصد بالمثن المذكر يعني جوج دي الدق إذن شنو نقول هنشوف هذا المرة وشنو هنشوف 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 هذا المرة نزيد الألف والنون أو لليا والنون إذن الباحثان كذلك النعت سيتبع المنعود في ماذا في تثنيته إذن الباحثان المجدان ناجحان جمع المؤنة السالم الباحثات 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 المجدات الباحثات المجدات إذن هذا جمع مؤنة سالم لأن هذا سيتبع ناجحات المتنة المؤنة إذن الباحثتان 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 المجدتان ناجحتان الباحثتان المجدتان ناجحتان إذن هذا بالنسبة لهذا التحويل إذن السؤال الأخير أنتج جملة فعلية تتضمن نعتا حقيقيا وإسم الفعل خصنا جملة وفيها جوج إذن ماذا سنقول إذن مثلا نقول هذا البحر أمواجه هائجة إذن هنا فينا هو نعت هو هائجة وفي نفس الوقت هو نعت وإسمه فاعل هائج إذن إذا حدفنا التى سنلقى هائج و بطبيعة الحالة الكلمة التي منع تهن هي الأمواج أمواجه هائجة إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية إذن كلمات يخالف نطقها رسمها إذن السؤال أنجز شفائيا أو على لوحتي آتي بكلمتين يخالف نطقها رسمها مثلا داود هذا هذا اسم إشارة هذا اسم إشارة حدفة آلفه بعد الها آلف المد وهنا حدفة وو المد بعد الوو الأولى إذن ثانيا أملأ الفراغ بكلمة عمر جاء هنا عمر هنا لاحظوا جيدا جاء عمر هذه الآلف هي عفوين هذه الواو هي لا تنطق ولكنها ترسم هكذا نقرأها نقول جاء عمر ونزيد هذا هذا من الحوج الغريبة في اللغة العربية بطبيعة الحال ولكن هذه قواعدها معنا ما نديره يعني الواعو لا ننطيقها إذن سيلا الأستاذ منذتين فتاع لك القيسم مملاع لك خلصك تكتبها هكذا إلا بغتي تكون عندك الجواب الصحيح رأيت عمرا هنا فشغ نصبوها هذا يتحذف ذاك الواو رأيت عمرا ولكن هنا يجب أن تكون الواو إذن هنا يبغى يبنون لنا بأن هذه الواو تبتت في الكتابة ولكن حدفت في النطق هنا هي العكس هنا تباتت في النطق وحرفت في الكتابة في الرسم ما نقوله الرسم يعني الكتابة إذن هذا ما تبقى من الأخر إذن عندما يملي عليك الأستاذ فشن يجب تقدير يعني تلك الكلمات كيف تتغلب على هذا الدرس هذا يعني يجب تكون عندك عدد من الكلمات التي تكون تعرف كيف يخالف ورسمها نطقها ويخالف ونطقها رسمها إذن ما هي اللي نحذفها في النطق ونكتبها في الرسم وش هي الكلمات للعكس فهكذا ستتغلب على هذا الدرس هذا وستكون دائما أي كلمة نطقت فستعرف كيف ترسمها وكيف ستكتبها كيف ستكتبها إذن ننتقل إلى الشكل والتطبيقات الكتابية أقرأ نص زيارة ناجحة في سبحة مئة وثعة وثة نعم سبق أن تطرقنا لهذا النص أنجيز على دفتري ما يلي أتمموا الجدول بما هو ناس إذن لدينا الفعل وعندنا اسم الفاعل إذن كما رأينا قبل لاحظات بأن أولا يجب تحديد هل لدينا فعل ثلاثي أم غير ثلاثي وهل لدينا اسم فاعل مصاغ من غير ثلاثي أم من ثلاثي إذن خارجه هو فعل ثلاثي إذن وزن اسم الفاعل على وزن فاعل نجاح كذلك ثلاثي ولكن اسم المفعول فهو من غير الثلاثي ما هو دليل هنا هو ميم مضموم وكسر ما قبل الآخر إذن هنا عندي ميم مضموم وكسر ما قبل الآخر هذا دليل على أن هذا اسم الفاعل هو من الفعل غير الثلاثي إذن سنحدد اسم الفاعل من الثلاثي ماذا سنقول خارج ثم نجح ناجح إذن هذا بالنسبة لإسم الفاعل من الثلاثي من غير الثلاثي سنضر العملية العكسية سنرجع هنا ونقول يروض ما هو الفعل الماضي روض لأن هناك بعض الأفعال يريد أن نصيغها مثلا من اسم الفاعل صعيب مثلا أعطوا مثال مدير مدير كان يقول دارة وهو ليس دارة أدارة لأن هذا من غير الثلاثي على شنو الدليل لأن يدير إذن شنو هو الفعل الماضي من يدير أدارة أدارة يدير إذن أما دارة ف دارة يدور لاحظوا هنا الفرق دارة يدور اسم الفاعل سيكون على وزن فاعل دائر دارة يدور دائر لاحظوا هنا خلصنا تمزين الأمور موزع كذلك يوزع إذن ما هو الفعل وزع إذن لاحظوا بأن الفعل غير تولاتي لأن فيه تضعيف وهذا كذلك غير تولاتي لأن فيه تضعيف كما رأينا ذلك في المجرد والمزيد إذن ننتقل إلى أتمم الجمال الآتية بوضع اسم فاعل مناسب في كل فراغ كان البحر هنا قصنا اسم فاعل إذن شنو غد يكون البحر إذن هنا غنعطيه واحد صفة كان البحر هائجا مش يحتصي فهذا هذا خبر هنا قصنا في الرقوبين النت هذا خبر كان كان البحر هائجا علش قلنا هائجا لحقاش هنا هائجا لأنه خبر كان وخبر كان يكون منصوبا وهذا اسم فاعل على وزني فاعل لعل الباخرة مثلا شنو نقول الباخرة لعل الباخرة متأخرة هذا متأخرة هذا اسم فاعل من تأخرة وهو مضموم الأول واكثر ما قبل الآخر هذي اللي نكثر هذي التأزائد فاقصنا نفرق هنا عند بل يقول هذا ما قبل آخر مفتوح لا نحن نشوف اسم الفاعل لما التأ كما قلنا في الدروس والتعلمة بأن هناك اسم الفاعل اللي نضيف له ضمير أو نضيف له حرف مثلا التأ من من تهور من فعل غير ثلاث مضموم الأول ومكثر ما قبل الآخر إذن هو في هذه الحالة ماذا يمتي ليسوق متهور متهور حال كيف يسوق متهور إذن ننتقل إلى الفقرة الموالية أعيد قراءة النص زيارة ناجحة ثم استخرج منها النعوط المناسبة وأكتبها في الجدول إذن سنخرج النعوط المؤنة والمذكرة والنكرة والمعرفة إذن نعود إلى النص 169 ونخرج النعوط إذن خرجت أو خرجت مروضة الدلافين من مسبح كبير إذن كبير هذا النعوط فشاهدنا لها عرضا رائعا رائعا نعت وتلك تقفز وتتحاور مع مروضتها بإشارات عجيبة عجيبة نعت وبعد هذا العرض الشيق الشيق نعت دعتنا المروضة إلى مأدبة غداء هنا لا مأدبة غداء ليس بنات غداء ثم وزعت علينا كتيبات مفيدة إذن مفيدة نعت حول الكائنات البحرية البحرية نعت وقبل وداعنا وتقدم أحد الزوار فشكرها على ما قدمته من معلومات وعلى حسن الضيافة والاستقبال هذا ليس نعت لأن هذا معطوف ولهذا دبا غد نخرج إذن هنا غد نأخذ هذن غد نمش الجدول نشوف نخص إذن كان لدينا النعود إذن مصنفة بهذه الطريقة الجدول هو ناكرة معرفة مؤنة مذكر إذن هكذا إذن ناكرة معرفة مؤنة مذكر إذن إذن دباش كون فهذا كبير إذن هذا ناكرة ما عنده الأليف إذن ناكرة مذكر إذن كبير غد نحط هذا عرضا رائعا رائعا كذلك رائعا ناكرة ومذكر عجيبات عجيبات مؤنة ناكرة عجيبات الشيق معرفة ومذكر الشيق معرفة ومذكر كتيبات مفيدة مفيدة ناكرة ومؤنة البحرية معرفة ومؤنة إذن ننتقل نعود إلى صحة السابقة إذن يمكن أن نكتب هذا هنا إذن لدينا إذن تهما رأطونا على حسب العدد إذن عجيبات مفيدة البحريات هذا هذا بالنسبة بالنسبة المؤنة بالنسبة المذكر كبير رائعا الشيق إذن السؤال الموالي أحول الجملة الآتية هذا العرض الشيق مفيد إذن هنا المتنى إذن ماذا سنقول المتنى هذا وهداني وهذه كلمة يخالف نطقها رسمها إنما خصتش ندير الآلف هذاني العرض مرفوع بالضم إذن بماذا يرفع المتنى بالآلف إذن ماذا سنقول العرضاني ليس العرضين هذا نعتن للعرض إذن هذا نعتن إذن غنقول العرضاني الشيقاني إذن الشيقاني الشيقاني مفيداني لأن هذا مرفوع وهذا مرفوع كل شيء مرفوع هل مفيد هو نعت ليس بنات هنا هنا شروط لأننا نبقى نتبه الشروط لماذا هذا ليس بنات لأنه مرفوع صراحة فيها شحويج راه اللغة العربية فيها الأمور يجب تأكد جيدا من الأمور إذن الجمع هذا ما هو جمع اسم الإشارة هذا هؤلاء كذلك هؤلاء حدفت هي من الكلمات التي حدفت ألفها ويخالف ورسمها نطقها ورسمها نطقها ورسمها هؤلاء هنا ما سنقول هؤلاء إذن هنا لقلنا هؤلاء إذن هنا سنقول العروض إذن ماذا سنقول هذه سنقول هؤلاء سنقول هذه العروض لأن للأسف نلجم عن سعرض عروض إذن هذه العروض كذلك هذه هذه العروض الشيقة الشيقة هي نعت ديال العروض مفيدة لاحظوا هنا مفيدة ما تبعتش لو أنها كانت نعت وانتبعت هذا إذن وبالتالي فهي خبر المبتدى إذن هذا كل ما يتعلق بهذه التطبيقات الكتابية من كتاب المنير في اللغة العربية أنا نريد أن نقف على الأمور وندقق لأن بالتدخيق نضبط الأمور أكثر ونضبط أكثر هذا فيديو نضبط في خمسة دقائق ولكن لا نضبط الأمور وندقق ونقول علش لكي نستفيد أكثر إذن معدونا مع حصة قادمة بحول ترجمة نانسي قنقر